اشتركوا في القناة 17-11 القمر ما زال موجود في منزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 35-34 دقيقة مساء لا ينتقل منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية وبما ان القمر موجود في القوس اغلب اليوم برضو نشعر بابتهاج ونجد الناس اكثر مرح وننطلق على سجيتنا ويتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا زاوية وحدة هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 57-54 دقيقة صباحا وهاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم هاي الزاوية برضو جيدة لقص الشعر وقص الاظافر او علاج الشعر بمعنى اخر اما بالنسبة لهاي الزاوية بتكون اشارة لبداية خلو المسار فخلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة 57-54 دقيقة صباحا وهذا يعني انه يعني الفترة ما بين الساعة 57-54 دقيقة صباحا لغاية الساعة 54-54 دقيقة مساء فترة خلو المسار فهيك هاي الزاوية الغت عملية التجميل او قص الشعر او قص الاظافر يعني بمعنى اخر انه صحيح انه في زاوية ايجابية ولكن خلو المسار انهاها الا اذا انت كنت مثلا قبل بيوم عازم النية يعني او قبل خلو المسار عازم النية على قص الشعر او اي خطوة تجميلية فبتكون مناسبة اليك في فترة خلو المسار ولكن قرارك في فترة خلو المسار لا يصلح لانه في فترة خلو المسار او عندما بيصير خلو المسار ما مننصح باي شيء جديد او خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع مواليد الابراج اما بالنسبة للزاوية اللي رح تصير برضو في فترة خلو المسار هي فترة يعني زاوية من المفروض انها ايجابية اللي هي زاوية التقابل رح تكون بين عطارد وبين اورانوس ولكن بما انه اورانوس بتراجع فهاي الزاوية اصبحت ممتزجة فعشان هيك هاي الزاوية بتكون الساعة ثمانية وسبع دقائق صباحا يعني بتعطينا شوية نشاط باكثر من مسعى او اكثر اتجاه ولكن بتطلب مننا التركيز اكثر ما نعتمد على الحضوض كثير وما نعتمد على الحدس كثير صحيح انه ممكن انه نفهم بعض المسائل العلمية ولكن ممكن انه شوي يكون في عنا قلقلة او بلبلة في الثقة بالنفس ما نعتمد على الحدس كثير بهاي الفترة اما بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل ورح يستقر في برج الجدي بعد هذه الزاوية او بعد انتهاء خلو المسار فخلو المسار القادم رح يكون يوم تسعة طاش احداش رح يبدأ في تمام الساعة اربعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية واربعة وعشرين دقيقة مساء لينتقل بعدها لبرج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بيصبح ثلاث ايام نسبة الاضاءة عشرة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش سعيدة بنسبة سبعين في المية اما بالنسبة للقمر اللي موجود بالقوس ورح ينتقل للجديد ورح يستمر فيه لغاية يوم تسعتاش احداش مزاجه سعيد بنسبة اربعين في المية عطارد في العقرب حتى يوم واحد اتناش مزاجه منتحس بنسبة خمستعاش في المية اما بالنسبة للزهرة في الميزان حتى يوم واحد وعشرين احداش مزاجها منتحس بنسبة اربعين في المية فطبعا اللي بسألوا عن عمليات التجميل الكبيرة زي عمليات تجميل وجه او جلد او تعريض فك او اي عمليات تجميل فاحنا بننصح دائما او بننصح في حال سعودة الزهرة اكثر وسعودتها رح يتم بعد واحد وعشرين احداش اما بالنسبة للمريخ في الحمل حتى يوم سبعة واحد مزاجه سعيد بنسبة عشر في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش مزاجه منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعتاش اتناش مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية او رنص في الثورة بيتراجح حتى يوم أربع طاش واحد مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج ببلوتوف الجدي سعيد بنسبة خمسة عاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة ابتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نوع من أنواع النجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما في ساعات العصر تلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة للدراسة أو مهنيا أو عائليا بتكثر فيها الاتصالات والمواعد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الأجواء هي فترة مناسب للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدي أو تعاطف عليك أن تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما في ساعات العصر يبين صب اهتمامكم حول عمل أو حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية ما ترتج المواقف والتصاريح عشان ما تكون ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات أو ممكن أنك تواجه أمر صعب ومعقد التزم بمسئولياتك فترة واعدة برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة هذه الفترة سلبية وضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أما في ساعات العصر تنشط في مجال السفر والانتصالات ثم لقاء أو فرصة تفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا تفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة بشيء ناجح تحرك على مختلف الأصعدي الأجواء مناسبة لإلك برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظما وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما في ساعات العصر اتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة صحيح الأخطاء قدر الإمكان أما في ساعات العصر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوءك وما ترتجي الكلام أو توجه ملاحظة خصمك قوي وما بيرحم بتحمل لك هذه الأيام إما ارتباط مهم أو شيء يعني ممكن يصير بشكل مفاجئ أهم شيء أنك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج العذراء ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشكلة يعني تكون شوي شخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة أهم شيء أنك تراعي وضعك الصحي أما في ساعات العصر ليتراكم العمل عندكم أهم شيء أنك ما تهملوا صحتكم حاذر من تعب صحي أو إشي جسدي بيمنعك من أداء واجباتك خصوصا اليومية كما تحب تظهر أو تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر ببعض التوتر برج الميزان تنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات فترة مناسبة لاجتياز امتحان ممكن تتعزز العلاقة مع أخ أو جهر تدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وتتمتع بسرعة بديهة وخاطر تلفت النظر الأجواء لطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما في ساعات العصر بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتطلق إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك وكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح ما أما في ساعات العصر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية أهمش أنك تلطف من الأجواء العائلية ضاغطة لأنها ممكن أنها تثير اضطرابات أو امتعاضك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية اهتم بعائلتك برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما في ساعات العصر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسماء صوتك ممكن تقوم برحلة عمل وممكن تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر للفترة سلبية ومخيبة للآمل وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات العصر بتعيد وتنظيم ميزانيتكم لا تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطوغر علاقها معينة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح ما كنت تتوقعها ممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما في ساعات العصر بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم وبتستعيد حماستك وعزيمتك وممكن تمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق للفترة هاي بتحمل لك نوع من أنواع الخبر السار برج الحود يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهمش أنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت في بدايتها أما في ساعات العصر تلتق الأصدقاء أو اجتماع عائلي أو مناسبة معينة حاول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة وخصوصا على المستوى الاجتماعي واليوم ممكن يتوجه لك دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أو اتصال من شخص عزيز عليك يعني في أجواء اجتماعي جيدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر